بسم الله الرحمن الرحيم الطلبة الأعزاء ونلتقي من جديد عبر منصة التعليم الإلكتروني التابعة لجامعتنا المؤقرة جامعة الإسراء لنتواصل مع لقاءتنا السابقة فيما يتعلق بمساق دراسات فلسطينية تحدثنا في اللقاء السابق وناقشنا الحق الدين والتاريخي لليهود في فلسطين ما اليوم المحاضرة السادسة يوم السلساء الموافق 24-03-2020 فسيكون عنوان المحاضرة عن الصهيونية الخلفيات والجزور والمفاهيم وتهدف هذه المحاضرة لتبيان الخلفيات التي كانت تكمن وراء ظهور الصهيونية والاطلاع على جزورها الفكرية التي تنحصر في الديانة اليهودية والفكر الاستعماري الغربي كما تهدف هذه المحاضرة إلى التعرف على عدد من المفكرين الصهيين الأوائل سيما الذين كان لهم الدور الأساس في تعصيل الفكر الصهيوني المعاصر هناك خلفيات تكمن وراء ظهور الحركة الصهيونية يجيء في المقدمة البند رقم واحد ألا وهو ظهور البروتستانتية المسيحية التي ظهرت في القرن السادس عشر الميلاد في أوروبا كحركة إصلاح ديني للكنيسة الكاثوليكية على يد مارتين لوثر ومن أهم معتقداتها الإيمان بالعهد القديم ألا وهو التوراة إضافة للعهد الجديد ألا وهو الإنجيل والنظر لليهود وفق رؤية توراتية على أنهم أصحاب الأرض المقدسة فلسطين وأنهم سيعودون من جديد كشرط تمهيدي لعودة المسيح المنتظر ليخوض معهم معركة هارمجديون وبناء على هذه الأفكار ظهرت الصهونية غير اليهودية وظهر أول كتاب يحمل هذه الفكرة عام 1621 في بريطانيا للسير هنري فنش هنري فنش الذي ينادي فيه بتوطين اليهود في فلسطين من أهم تعليم المذهب البروتستاني جواس ترجمة الكتاب المقدس من اللاتينية إلى اللغات المحلية كما يرى المذهب البروتستاني أن مصدر المسيحية هو الكتاب المقدس وليس البابوات وكان المذهب البروتستاني لا يؤمن بسقوك الغفران وكان يعتبر أن الخلاص سيتم عبر المسيح وليس بالأعمال الصالحة وكان المذهب البروتستاني لا يمانع في زواج القساوسة وكان يؤمن بأن اليهود هم شعب الله المختار وأن فلسطين هي أرض المعاد الأعتبار الثاني بغير ظهور البروتستانية اللي هو التغير التغيرات السياسية في أنظمة الحكم الأوروبية اللي من أعظم تجاليات الثورة الفرنسية عام 1789 وبدت أنظمة الحكم الأوروبية تتجه نحو قامة الدولة القومية العلمانية والدعوة إلى مبادئ الحرية والمسواة والعدالة واليهود استفادوا بطبيعة الحال من هذا التغير السياسي في أنظمة الحكم الأوروبية واستفادوا من مناخ الحرية والمسواة والتحرر من القيود المفروضة عليهم كونهم يهود كما أفادهم في التحرر والإعناتاق من عقلية الجيت والمغلقة فظهرت حركة الاستنارة الهسكلا في صفوفهم الهادفة إلى الاندماج ونيل الحقوق المدنية مما عزز مكانتهم ونفوذهم داخل أوروبا ثالثا ظهور المشكلة اليهودية ساهمت عدة عوامل في انتشار العداء لليهود في روسيا وأوروبا الشرقية في شيوع ظاهرة سماها اليهود اللاسامية أي العداء للعرق السامي الذي ينتمي إليه اليهود ومن هذه العوامل أن اليهود لم يرحبوا بحركة التنوير الروسية الرامية لدمجه في المجتمع فقاوموا عمليات الدمج والتحديث الروسية القسرية وزاد العداء لهم لأنهم شاركوا في الحركات الثورية اليسارية المعارضة للقيصر ولكن العداوة انفجرت بطريقة مفاجئة وفجأ عندما اغتيل قصر القيصر روسيا قيصر روسيا الاكساندر الثاني عام 1880 ميلادي وتهم اليهود حين ذاك باغتياله فهاجر ملايين اليهود من روسيا وأوروبا الشرقية باتجاه أوروبا الغربية وأمريكا من هنا نشأت المشكلة اليهودية التي استغلتها الحركة الصهيونية للترويج إلى فكرتها الهادفة لإنشاء وطن قومي لليهود خاص بهم أربعة حاجة الغرب للدولة الوظيفية المشروع الغربي الاستعماري يستفيد من زرع الدولة الوظيفية في قلب الوطن العرب والإسلامي حتى تكون دولة حاجزة بين جنحي العالمين العرب والإسلامي وتقدم له وظائف مرتبطة بمشروعه الاستعمار الغربي ضد الأمة وهو مشروع قديم طرحه نابليون بونابرد أثناء حملة العسكرية على مصر والشام عام 1799 وأن كان هناك من المؤرخين من يشككوا في نسبة هذا الوعد إلى نابليون بونابرد وفي رأيهم وجهة ثم تبنت هذا الوعد بعد نابليون بونابرد بريطانيا وأمريكا حتى يضمن لهم بقاء حالة من الهيمن الغربي على الوطن العرب والإسلامي وتكريس التبائية لمشروعهم الاستعماري وكدولة حاجزة تعيق تحقيق الوحدة بين العرب والمسلمين وإحباط مشاريع النهضة وشرزمة العالم العرب والإسلام وتفكيكه نجيء الآن نأتي الآن على الجزور الفكري للحركة الصهيونية ويمكن حصر هذه الجزور بأمرين اثنين أولا الديانة اليهودية ثانيا الفكر الاستعماري الغربي أولا الديانة اليهودية سند الفكرة الصهيونية إلى مزاعم دينية فالحق الديني لليهود في فلسطين بني على الوعد الإلهي بملكية أرض فلسطين وهو أساس الفكرة الصهيونية التي أقيم عليها المشروع الصهيوني ومن ثم الدولة اليهودية كما أن العاطفة الدينية اليهودية هي التي حركت مشاعر اليهود للهجرة إلى أرض المعاد ووجهت الكثير من سياسات الحركة الصهيونية والدولة العبرية في مختلف معالم العقيدة التوراتية التي تجسدت في الحركة الصهيونية هي أولا الاستيطان حيث حولت الحركة الصهيونية من مفهوم استعماري إلى مفهوم توراتي يستند إلى عودة الشعب اليهودي إلى أرض المعاد مدعوما بشعارات علمانية شعب بلا أرض لأرض بلا شعب فتحول الاستيطان اليهودي في فلسطين من حركة استعمارية إلى حركة دينية تستند إلى فهم توراتي لعودة اليهود إلى أرض الأجداد الثنين العنصرية الحركة الصهيونية جزء من الحركة الاستعمارية الأوروبية وإفراز لها تستند إلى مفاهيم تفوق الرجل الأبيض والأوروب على غيره من أجناس الأرض والحركة الصهيونية حولت هذا المفهوم العنصر إلى مفهوم توراتي يستند إلى عقيدة شعب الله المختار أي الشعب اليهودي الذي فضله الله بالزعمهم على العالمين وعطاهم حق استعباد الأغيار الذين يسمونهم القويين وبالتالي فأن الاستعلاء على الآخرين يستند إلى عقيدة توراتية متغلغلة في عقلية اليهود المنحرفة العزلة ثالثا العزلة فالتوراة المزيفة والتلمود الذي كتبه اليهود بأيديهم مليئان بدعوتهم للعزل عن الآخرين فالعزل اليهودية متجذرة في الوجدان اليهودي وفي فلسفة الحركة الصهيونية وذلك من خلال بناء الأسوار والمتاريس والحصون والقلاع والأبراج للاختباء خلفها وهو ما أكده القرآن الكريم في قوله تعالى لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر وهذه الحقيقة يؤكدها التاريخهم القديم في حصون خيبر وخطبر ليف وتحصين المستوطنات ثانيا الفكر الاستعماري الغربي الذي نشأ من فكرة عنصرية ترى حقية الجنس الأبيض المتحضر في استعمار أراضي الشعوب الغير الأوروبية من أجل تعمير أراضيها ونقل سكانها إلى مصاف الحضارة ومن فكرة واجب الرجل الأبيض في تحضير الأمم المتأخرة واستعمار أراضيها لتطويرها ولا ضير ان قتل وهجر واستعبد الملايين في سبيل ذلك الهدف وهذا ما حدث في أمريكا الشمالية وأستراليا وجنوب أفريقيا وغيرها مع الشعوب الأصلية للبلاد المستعمرة والفكرة الصهيونية نابعة من نفس المنطق الأعواج ففعلوا بفلسطين وسكانها نفسها ما فعله الغرب الاستعماري بالشعوب الأصلية للبلاد التي غزوها وزادوا عليه عنصرياتهم المستمدة من كتبهم الدينية المزورة والتي ترى أن اليهود هم الأرق الأنقى والشعب الأفضل الذي له رسالة حضارية عبر عن هرزل بقوله إن الدولة اليهودية ستكون عبارة عن حص منيع للحضارة في وجه الهمجية ثالثا مفهوم وتعريف الصهيونية أولا ملاحظات عم أولا لابد من التمييز بين اليهودية والصهيونية اليهودية دين سماوي وعقيدة دينية ينبثق منها عبادات شرائع وقيم الصهيونية حركة سياسية استعمارية ذات طبيعة عنصرية والسيطانية تسخر الدين اليهودي لتحقيق أهداف العدوانية والتوسعية اثنين الصهيونية ليست هي اليهودية نفسها فهي حركة قام على الجهد البشري الذي فصر اليهودية كما يريد وعطاها وعطاها بعدا استعماريا والدليل على ذلك أن الصهيونية اليهود فيهم المتدين والعلمان والملحد لكن يجمعهم جميعا الإيمان بالقومية اليهودية والوطن اليهودي الفكرة المركزية في الايديولوجيا الصهيونية هي الامتزاج بين القداسة والقومية الارتباط العضو بين الله والشعب اليهود والأرض المقدسة فالله تعالى قد حل في الشعب اليهودي المقدس أي أن روح الله قد حلت في الأمة اليهودية وروح الشعب اليهودي لا تستطيع أن تعبر عن نفسها إلا إذا عاش الشعب اليهودي فوق الأرض المقدسة فلسطين إذن فإعادة الشعب المقدس إلى الأرض المقدسة هي كما يراها اليهود الصهاينة تجسيد لإرادة الله تعالى بقيت الإشارة إلى أن الحركة الصهيونية قد سميت بهذا الاسم نسبة إلى جبل الصهيون الواقع في جنوب غرب القدس وصهيون كلمة كنعانية ذكرت في التوراة بلفظة سيون ومعنها الحصن حيث ذكرت أن هذا الحصن كان لليابوسيين الكنعانيين كما يعتقد اليهود أن داود عليه السلام قد بنى قصره على جبل صهيون الذي كان مركز مدينته ودفن فيه ولذلك اتخذه اليهود الصهاينة رمزا لحركتهم ومترواه ما أن أول مرة تستخدم كلمة الصهيونية كمصطلح سياسي كانت على عيد الفيلسوف اليهود النمساوي ناثان برنباوم عام 1896 في مقال له بعنوان التحرر الذاتي قاصدا النهضة الصهيونية الهادفة إلى العيش في أرض إسرائيل عن طريق توطين اليهود في فلسطين وانشأة دولة اليهودية فيها إن وصف الحركة الصهيونية بأنها حركة وطنية وصف مضلل لا ينطبق على معايير الحركات الوطنية التي تنطبق على شعب تنبثق منه حركة تسعى للتخلص من الاحتلال أو الاضطهاد كما أن مفهوم الشعب اليهودي لا تنطبق على اليهود المنتمين إلى قوميات مختلفة وجزء كبير منهم من يهود الخزر ذي الأصول التاترية والتركية والفنلندية كذلك فإن مصطلح أرض إسرائيل غير حقيقي وملفق أطلق على أرض كنعان أو فلسطين لتلغي نحو أربعة ألاف عام من التاريخ المعروف جديد جارود كان يرى أن الصهيونية نشأت أثناء الحملة الفرنسية على عكة عام 1799 بينما يرى الصهاينة أن فكرة الصهيونية نشأت منذ أيام نبوخذ نصر رابعاً مفتو الصهيونية الأول أولاً شابطاي زييفي ولد سنة 1626 وتوفي سنة 1676 ميلادي ولد في مدينة أزمير التركية وعاش في رحاب الدولة العثمانية ادعى أنه المسيح الذي ينتظره اليهود دعى إلى التمرد على حالة الذل التي لحقت باليهود دعى إلى تجديد الهيكل في القدس دعى إلى تشكيل هيئة تمثل اليهود في 15 دولة طالب باستعادة فلسطين وأقليم الوجه البحري من مصر طالب برعاية فرنسية للمشروع الصهيوني دعى اليهود إلى أن لا يدخر وسيلة أو تضحية في سبيل الوصول إلى هذه الغاية أي الرجوع إلى بلادنا حيث يمكن أن نعيش في ظل شرائعنا الخاصة على حد تعبيره من الحخام يهود القلي ولد سنة 1798 وتوفي سنة 1878 ميلادي ولد في مدينة سرايفو في البوسنة دعى إلى استرجاع الأرض المقدسة عن طريق أولا إنشاء مجلس حكماء يهود يفرض طاعته ثانيا إقامة صندوق قومي لشراء الأراضي في فلسطين ثالثا إنشاء صندوق لجباية الضرائب من اليهود رابعا رابعا إنشاء صندوق لجباية الضرائب من اليهود ثم عودة اليهود تدريجيا إلى الأرض المعاد والعمل على تحديث اللغة العبرية وألف كتاب شلوم يورشلايم بمعنى سلام للقدس ولافت للانتباه أن الحركة الصهيونية تبنت جميع عرائه ونفذتها الحخام زييفي هيرش ولد سنة 1795 توفي سنة 1874 ميلادي ولد في مدينة سورون ببولندا ألف كتاب البحث عن صهيون ومن أهم أفكار الواردة فيه الدعوة إلى السيطان الزراع اليهودي في فلسطين التأكيد على أن بداية الخلاص اليهودي هو بالجهد الإنساني العمل على كسب موافقة الأمم على جمع اليهود في الأرض المقدسة اعتبر أن العمل في الأرض المقدسة هو جهد المقدس الحث على الاستيطان في فلسطين وإقامة منظمة تتولى ذلك موشيه وهو يهودي ألماني اشتراكي ولد سنة 1872 وتوفي سنة 1855 ميلادي ويعتبر واضع الأساس الفلسفي للصهيونية وأصدر كتابا بعنوان روما والقدس جاء فيه إنه من الممكن استرداد فلسطين عن طريق إغراء السلطة العثمان بالمال تساءل في كتابه قائلا إذا كان للإيطاليين وطنيتهم فلماذا لا يكون ذلك لليهود وإذا كان عدلا تحرير روما فلماذا لا يكون ذلك للقدس يؤمن موشيه أن اليهود لا يستطعون تحقيق رسالتهم الروحية والتاريخية إلا من خلال نهضة قومية على قطعة أرض وعليهم أن يحفظوا ذلك على أرض المعاد يوبينسكار ولد في بولندا سنة 1821 وتوفي 1891 وعاش في روسيا ولد في بولندا وعاش في روسيا أسس حركة أحباء صهون في روسيا وربا الشرقية أصدر كتاب التحرر الذاتي دعا فيه إلى التالي واحد إيجاد قومية يهودية تتيح لهم العيش على أرض واحدة محددة دعا إلى تأسيس منظمة دولية لليهود دعا إلى إقامة شركة لشراء الأراضي تقوم بهذه المهمة ولكنه لم يركز على فلسطين في كتاب وأخيرا تيودور هيرزل ولده في بودابست سنة 1860 وتوفي عام 1904 ميلادي وهو يهودي مجري نمساوي وكانت وفاته تحديداً بالنمسا في الثالث من يوليو لعام 1904 في الثالث من يوليو لعام 1904 يعتبر ثيودور هيرزل هو المؤسس الحقيقي للصهيونية السياسية المعاصرة عمل مراسلاً صحفياً اهتم بنشر القصص والروايات حصل على الدكتوراه في الحقوق سنة 1884 يعني كان أنا ذاك عمره 24 سنة تزاوج من ابنة رجل ثري في فيينا وذلك في الخامس والعشرين من يونيو لعام 1889 1889 ميلادي نشر كتابه الدولة اليهودية حيث نظر فيه للمسألة اليهودية باعتبارها مسألة قومية دعا إلى قامة جمعية لليهود وشركة يهودية تمهيداً لإنشاء الدولة اليهودية وذلك رداً على مشكلة اللاسمية لم يقتصر دور ثيودور هيرزل في الدعوة النظرية للصهيونية بل أخذ بل أخذ على عاتقه إنشاء المنظمة اليهودية العالمية التي أنشأت الدولة اليهودية ما بعد وفي الأخير دعونا نجمل خلاصة هذه المحاضرة وتعقيم إذن الحركة الصهيونية كان لظهورها مقدمات وخلفيات عديدة تشابكت فيما بينها وساهمت في خروجها واقعاً مؤثراً في التاريخ كان من بينها ظهور البروتستانتية المسيحية كحركة إصلاح أحدثت زلزالاً في المسيحية الكاثوليكية ودمجت ودمجت العهد القديم في المنظومة الدينية والثقافية المسيحيين وكذلك التغيرات السياسية في أنظمة الحكم الأوروبية وأهم ملامحها التحول نحو الدولة القومية العلمانية ما مهد الطريق لليهود لفكرة الدولة القومية اليهودية أضف إلى ذلك ظهور المشكلة اليهودية في روسيا وأوروبا الشرقية وهي المشكلة التي أدت إلى تهجير ملايين اليهود من روسيا وأوروبا الشرقية إلى غربها حيث استغلتها الحركة الصهيونية للترويج لفكرة الخلاص اليهودي عبر الدولة القومية الخاصة بهم فانسجمت تلك العوامل محاجة الغرب للدولة الوظيفية في قلب الوطن استعماريا يخدم الغرب كرأس حربة في المشروع الغربي الاستعماري في المنطقة العربية والإسلامية بهذا الطلب الأعزاء يكون يكون لقاءنا الثاني عبر منصة التعليم الإلكتروني في جامعة الإسراء تكون المحاضرة قد انتهت على أمل لقاء بكم إن شاء الله في المحاضرة القادمة أدام الله عليكم الصحة والعافية والنجاح والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة